مبادرات كتيرة وكلام كتير عن مشاريع كتيرة منها الوطني ومنها الاجتماعي ومنها السياسي ومنها كمان الاقتصادي وعشان كده حنحاول نحط يعني زي ما يقولوا كده نقطة ضوء على هذه المشاريع ومبادرات على الله ولعل وعسى يبدأ منها فعليا يكون ليهم تواجد على الارض بعد ما ان شاء الله كده بإذن الله ربنا يسهل ويعني الحمل الصعب دوت في المرادة المتعثرة دي تعد على خير ونبدأ في البداية الحقيقة للمصر النهاردة هنتكلم عن الحقيقة مبادراتين مهمين جدا مشروع بلدي ومشروع العاصمة الاقتصادية هنعرف اكتر عن المشروعين من خلال دفنة وهو الاستاذ المهندس دكتور ياسر قولة وهو مؤسس ايطلاف القوة الوطنية والحكماء سبعة خير سبعة خير ايزا حرف الحمد لله طيب النهاردة بنتكلم على مبادراتين او مشروعين نتكلم على بلدي ايه حكاية مشروع بلدي مشروع بلدي هو مشروع اجتماعي هدفه تنمية اجتماعية هدفه تدريب الشباب مجموعات من الشباب بالتنصيق مع صندوق الاجتماعي ان احنا بندرب عدد كبير من الشباب في التسويق في صناعات من خلال كله تنظيم اهلي للمشاركة ان احنا نبدأ نطلع كوادر يقدروا يخشوا سوء العمل يبقوا مؤهلين لسوء العمل احنا عندنا جزء كبير من البطالة هو عطالة اكتر منه بطالة لانه فيه جزء كبير من الشباب اللي موجود ما عندوش ما تعلمش يعني هو بتلاقي مثلا عندك فيه في التعليم الصناعي فيه كتير جدا خده فن صناعي لكن هو ما بيعرفش الصناع اللي هو تخرجها فهي الهدف بقى من المشروع بلدي ان هو نحنا نقدر نفعل الشباب ده نقدر نحطه كقوة فعلة جوة المجتمع مؤهلة مدربة بحيث انها ما تقعدش تبقى انت ما تيجي تختار لا انت بتلاقي الكوادر موجودة تقدر تستفيد منها على طول كله تمويل تمويل اهلي لا مش عقصة تمويل احسا اقول بتاع يعني هدف هو تأهيل وبساعدة الشباب ان هم يبقوا مؤهلين ازاي بقى عن طريق ايه عن طريق كرصات عن طريق تدريب ايه تدريب بقى ازاي بقى مين بيقوم بيه فين بتعمل في اسكندرية اصمري المقر في اسكندرية لان هو المجموعة الاساس انا انا راعي للمشروع انا مش انا يعني مؤسسة للمشروع لكن انا راعي للمشروع ان الفكرة طبعا فكرة يعني فكرة انا شافة انها فكرة اهلية تنموية هتقدر تعمل يعني نهضة بالنسبة للموضوع الفني بالذات والتعليم او الخبرات في مصر تسبب الخبرات فده ده اللي خلاني ان انا يعني عجبتني الفكرة ورعيت الموضوع ده بحيث ان يبقى فيه كورسات بيجي الشاب بيقعد لفترة معينة بياخد كورسات بيطلع بعد كده مع شهادة انه مؤهل في الحتة الفلانية دي مثلا في مجال التسويق في مجال صناعة محددة يعني بيبقى بيتخصص في حتة مش مش عام فده بتدي بنحاول ان احنا نساعد الشباب باي شكل بما ان حتك يعني راعي هل ممكن اكرمك في تفاصيل يعني في كام شاب مسلا يستفادوا من هذا الموضوع كام كورسي بتقدم كده يعني تفاصيل ذي اكلموا حتك فيها ولا اكلم بقى مع القائمين متوقع انه هو يبقى عندنا حوالي عشر تلاف شاب يعني الخطة محطوطة يبقى فيها عشر تلاف شاب بدأ العمل فعليا بدأنا فعلا في امتين وخمسين دلوقتي بدأنا بيها اعمارهم قد ايه هل هما طلبوا ولا تخرجوا لا احنا احنا بدأين من اول 18 سنة لغاية 25 ده المتوسط اللي احنا شغالين فيه تفتح مسلا الباب تقولوا احنا عندنا تخصصات في ايه بقى يعني او تدريبات في اي مجالات بدأين دلوقتي بالتسويق الالكتروني بدأين بالتسويق بصفة عامة يعني المجالات اللي هي نقدر نبدأ نتحرك فيها اللي هي سهلا ان احنا نحرك الناس فيها او في كتير من الشباب عنده ممكن يمعنده الموهبة بتاعتها دي وسهل نحنا ننميهاله ونديله الاساسيات بتاعتها حلو قوي وبدأنا في اسكندرية ببدأنا في 250 حاليا نشغالين هل في فكرة لتعميم المشروع او الفكرة ديت على مستوى بنبدأ بيها نجحت الفكرة وبدأنا وكمنا ان شاء الله تتعمم طبعا في تحاف كل المحافظات حلو في فريق مقائم على هذه الفكرة ولا كم عامين فين من هم مشروع بلدي هي عبارة عن مجموعة كبيرة متطوعين شغالين في المشروع ده في حوالي لغاية النهاردة في عندنا اكتر من اربعين واحد هاي خلو قوي طب خيا بقى نتكلم على مشروع المدينة العاصمة الاقتصادية ايه بقى حكاية العاصمة الاقتصادية دي بقى مشروع تاني خالص بقى ده مشروع تاني بقى ده مشروع انا بطرح فكرة مشروع قومي بقى ده مشروع تنموي نهضوي له ابعاد سياسية اجتماعية واقتصادية الصورة يعني الصورة عشان تنجح احنا لغاية دلوقتي اهداف الصورة ما اكتملتش يعني الصورة لها تلت اضلاع عندي ضلع سياسي ضلع اقتصادي طلع اجتماعي العصب بتاع الصورة العصب هو الضلع الاقتصادي ليه؟ لما بعمل صورة سياسية فانا بسقط النظام لما اسقطت النظام يعني محتاج ان انا ليه اسقطت النظام؟ لان انا عندي فقر عندي جهل عندي بطالة محتاج رفع مستهد معيشة محتاج تعليم محتاج صحة ده اللي الناس نزلت عليه لان الناس عايزة عايزة عايش وعايزة عايزة كرامة الكرامة والعدل الاجتماعي تحققه ازاي؟ محتاج ان انا يبقى عندي اقتصاد عشان اقدر اضخ فلوس اقدر ارفع من المستويات دي طيب داخل فلوس هيجي منين؟ هلا هستنى لما يجي لمستثمر يجي يمنع علي ان هو يخش يحط فلوس جوه 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 البلد ويبقى اسمها ان انا عمال باشحت فلوس زي ما احنا في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة عمالين بنشحط في تلاتة مليار ومليار وبنمد ادينا الامريكا وقاديين النهاردة دول عربية تمنع عنك فيها مساعدات لا انا مش عايز الكلام ده احنا عايزين احنا نستطيع ان احنا نعمل اكتفاق ذاتي كامل من جوه مصر ومش هنبني مصر الا جوه بالمستثمرين المصريين يعني المرحلة اللي جاية لو ركزنا عندنا كل الموارد عندنا الامكانيات ان احنا نقدر نبني مصر من جوه هاي جات الفكرة من هنا سينة عندنا ستين الف كيلومتر مربع كل اللي عايشين في سينة ربعمائة الف الموقع بتاع سينة موقع استراتيجي بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كله بالنسبة لنا ليه لانه حدودنا الشرقية مع اسرائيل محتاجة تأمين بالنسبة للعالم كله ده الممر الملاحي فرات السويس طيب ازاي بيعندي ممر ملاحي وغير مستغل عندي خمسة في المئة من مصر عايشين على الدلتا والنيل طيب ازاي نلقل الناس في مجتمع تاني او ننشئ مجتمع جديد يحقق لي امن المنطقة الشرقية كلها امن كامن سياسي او امن استراتيجي عسكري وفي نفس الوقت ما حطش جيش انا مش محتاجة حط جيوش لانه الاستثمارات هي اكبر تأمين لأي منطقة بدليل انا عندي توطرات في الخليج النهاردة ما بين ايران وما بين امريكا ما سمعناش ان فيه قلق مثلا بالنسبة لدبي او بالنسبة الامارات ليه لانه حجم الاستثمارات اللي محتوط جوه جوه دولة زي الامارات بيؤمن بالاستثمارات اللي محتوطة جوه نفس الفكرة يا تعليق انا اسم ما سمع ليش بالنسبة لسينة معروف جدا وده تقال ستين الف مرة لما تفتح الملف في مدوعة سينة دوات ان فكرة ان تاي منت سيادات هي ملاش اي علاقة بان هي مش حدش واخب بالو لأ هو احنا اخدين بالنا بس مش عايزين عشان خاطر فيه كان فكر وهدف ان ما يبقاش فيه حياة وما يبقاش فيه ما يبقاش فيه كتافة في هذه المنطقة واستثمارات علشان خاطر الاتفاقات بتاعتنا وعشان خاطر التأمين وعشان خاطر علاقات بيننا وبين اسرائيل فتنمية سيناء ده تملف كبير جدا وشائق جدا وفيه كلام كتير قوي ولكن تفتح قتل يقفله لك تفتح مية يقطعه لك يعني على المستوى السياحي وهكذا كلامك مليون في المية صح بس هل ان احنا النهاردة بعد ما عملنا ثورة وادينا رسالة واضحة لاسرائيل ان شعب مصر قبل خمسة وعشرين يناير مش هو شعب مصر بعد خمسة وعشرين يناير واعتقد ان الرسالة كانت واضحة وضوح صريح والرسالة وصلتهم تماما بس الشعب حاجة والسياسة حاجة يعني الشعب ده ماشي ما هو الشعب ما يكلم بقى على استراتيجيات وعلى خطط وعلى مصالح دول وعلى امن وعلى عاجات اكبر بكتبه اللي لم يؤيدك الشعب ما تقدرش تعمل السياسة يعني عشان انا اعمل سياسة قوية لازم الشعب يبقى ما ايدني يعني عشان اقول النهاردة ان انا هبقى عايزة اخد موقف وان انا هقول ان انا خلص انا قررت ان انا مش هقفل اوقف المعاونة بتاعت امريكا يا جماعة احنا قدامنا حاجة بالاتنين هنفضل تحت سيادة امريكا يا اما احنا مضطرين نتعامل بالاكتفاء الزاتي جوه وهنشد الحزام بقى لفترة بس شد الحزام لفترة ده هيدينا استقلالية اقتصادية مما يعني ان عايب عندنا استقلالية سياسية ما هو الاستقلال السياسي لن يأتي الا باستقلالية اقتصادية لو قدرت اعمل دي هنشدين حزام خلقه والله يعني لا لما توقف معه ده موضوع تاني بس الفترة اللي جاية احنا هنشد الحزام هتشده ما هنشدينه كده كده انت النهارده عندك ستاشر مليار احتياطي انت انزلت اتنين مليار في شهر هتشده هتشده ماشي ماشي هتشده بس نوصل النتيجة النتيجة ايه ان احنا لازم نبدأ نفتح في افاق جديدة او بفكر جديد الفكر الجديد هو بقى ايه اما اقولك ان انا هنشئ عاصمة اقتصادية في سينا مفيش حاجة اسمها ان انا اديك الصحراء من غير ما اعمل لك مجتمع عمراني من كده اعمل لك فرص عمل وبنية تحتية واساسية بالزبط كده وخدمات الفكرة دي قامت قامت على كده ان احنا هنعمل ايه هنعمل مدينة حوالي ستمائة كيلومتر مربع المدينة دي قوامها منطقة حرة كاملة معفاة من الجمارك والضرائب المدينة هتنشأ بفلوس المصريين هتتقسم المدينة ودي فكرة ما تعملتش في العالم قبل كده ان احنا هنعمل مدينة بنظام الشركات المساهمة الحكومة هتخش بحصة عينية اللي هي الارض هنتم من الارض ودي حصتها يعني هنيجي مسلا نقول شركة دي دي شركة اسكان شركة الاسكان دي بعد ما هنعمل مخطط العام للمدينة دي بمراحلها كلها وديت عمل الكلام ده موجود عندي كل يعني الدراسة المبدأة هنبدأ نعمل المدينة دي اقوله الله مناطق الاسكان اللي هتعمل في المدينة دي هنقول له اللي هيكون مليون متر مربع المليون متر مربع دول متر الارض بكام بعشرين جنيه بدول عشرين مليون جنيه هنقض حصات العشرين مليون جنيه دولت هنعمل اكتتاب بعشرين مليون سهم سهم بجنيه وحد اقصى سقف عشر تلاف سهم ليه لان انا مش عايز الناس اللي هتخش تشتري مليون سهم واتنين مليون سهم والمؤسسات أنا عايز الناس اللي هي مدخراتها خمسمائة جنيه وألف جنيه أنا عايز يشتري خمسمائة ساهم وألف ساهم ليه؟ أنا أولا هتديله أولوية أنه هو في التعيين في الشركات اللي هتنشئ دي هناك الأسهم اللي هو هتحط فيها اللي هيكتاتب فيها دي هو مكتاتب مشريك الحكومة لأنه مع من 49% للمواطنيين و50% لحكومة هو هنا متطمن أنه فيه لسهما يأمنى العوايد الأسهم اللي هتجي كل سنة دي هتدي له كبونات أو توزيع أرباح عليها فبالتالي انا بزود له داخله نمرة ثلاثة المدخرات اللي هو احطها لخمسمائة جنيه لما ابدأ اعمل شركة مساهمة زي دي وابدأ اطرحها كاراضي وتنمية صناعية وازرائية لمين مساهمة الشركة المساهمة تطرح لأي حد وتحطي ضوابط انت مش عايز تبعيها لأجانب تحطي ضوابط لأجانب مصريين تحطي لهم تمليك كل الضوابط دي ضوابط قانونية تحطي دي في تأسيس المدينة نفسها انا عايز اطرح لمن هطرح له وما بيعش لمن ما بيع لوش ادي حياة امتياز 99 سنة حاجات 49 سنة حاجات 25 سنة أنه هتعمل شركة للمواني وشركة المطارات وشركة زراعية وشركة صناعية وشركة تجارية كل دي شركات مساهمة والمصريين هم المساهمين في كل الشركات دي هيجي لك لما هتعمل الكلام ده يحصل ايه في سينا يعني فين في سينا شمال جنوب على المجرى الملاحي بالضبط يعني في المنطقة اللي ما بين شرم الشيخ والطور. دي المنطقة اللي انا الاخترطة اللي. يعني دي المنطقة السهلية. دي حوالي بالزبط مية وسبعين كيلو في عمق حوالي عشرين. يعني حوالي تلت تلاف وشوية كيلو. فدي دي اكبر منطقة ممكن نشتغل فيها. هتعمل فيها مواني تتمل. كلام جميل. والله كلام جميل. بس اري يعني يعني افهم? يعني اشوف. انا شوف. انا مشكلة ان استراتيجيا. استراتيجيا. ما هو كل حاجة. هو يعني كتابة بكتش قبل التنفيز ولا المتجعات. لا ما كانتش قبلها لانه كان في مواءات سياسية معينة ما بين النظام وما بين اليهود وما بين امريكا. والمواءات دي هتتغير دلوقتي. طبعا لازم دي في حاجة امنية ده في ملف امنية وعندك كامديفت وعندك 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 وعندك. انا لانا بتكلم في ماروش علاقة بكامديفت خالص. انا ما بدخلتش ملف كامديفت. بس هو. كامديفت بيقول ايه بيقول. بيقول. ما قوة شرطية كزا. ان انت ما تتعداش على على الحدود الاسرائيلة. كل كلامنا انت مش داخل. ولكن ارض انا. مقدرش نميها. في حاج بيقول ان هو عند ارض ما نميها. انا هو تلاتين اربعين سنة ما كاناش عارفين نميها ومش بسمحنا نميها. لسبب ان اياه كان بقامليش دعوة ايه. هل السبب ده اتغير فجأة? اه اتغير فجأة. اتغير يوم خمسة وعشرين يناير الفين واحداشر. ليه? غيرت نظام. انا بيقول ايه. انا انا محاب الشعب. طيب. ما نبقول. انت ما هلازم نحط. احنا لو فضلنا مستمرين في نفس النهج القديم. اه. يبقى نظل زي ما احنا كده. ونظل المعدلات الفقر تزيد. وتفضل الناس قاعدة ونرجع حصل المبارك تاني يمسك. طيب حلوة المشروع في مضمونه وفي شكله وفكره هايل. تطبيقا بقى. بدأتوا فعلا هل حتطيته خطوات? ده مشروع قومي. ده يطرح الاول. ده مشروع قومي يطرح الاول. احنا بنترحه على الميديا. بنترحه للمناقشة مجتمعية الاول. هيتعمل بخرايب بالدراسة المبدأة بتاعته. هيعرض على على سيد رئيس الوزراء. او يعني انا بقول ان هو يعرض على الوزارة اللي هتبقى موجودة بعد كده. يعني مش هزا اطرح مشروع النهاردة. وفي وزارة لسه قدامها ممكن يبدأ شهرين تلاتة. مشروع ممارة تنمية ومشروع كزا ومشروع فيه كزا مشروع برضو واجههم نفس الموضوع. بعد الصورة على طول فاروق الباس جيه وتكلم في قصة فاروق الباس طبعا جيه تكلم في قصة ممارة تنمية وخلاص وحنخش وحنعمل ومش عارف ايه. وفجأة لأ اصلاح قويت عصاب الشرف اتغيرت. احنا هنعمل ايه وهكزا وهكزا. الفكرة ايه مهو? هلاك لما تيجي تطرح مشروع بتطرح مشروع تبقى للمعطيات اللي عندك. انت امكانياتك ايه النهاردة? هل تقدر ان هادا تطرح مشروع هتصرف عليه? ولا تطرح مشروع يصرف على نفسه ذاتيا? انه اللي المفروض انت بحتاج يعني ممارة تنمية مشروع املاقة. بلا شك. ومشروع على المدارة المادة الطويل? هيبقى مشروع تنمية الصحراء الغربية كلها. ولكن هل الوقت اللي انا بتكلم فيه النهاردة اقدر ان انا اصرف على ممارة تنمية? وهو ده مشروع زراعي. المشروع الزراع يبارا عن ايه? حالك بتصرف الاول? وبعدين لمدة الزراع اللي بتتحط من اربع لخمس سنين تبدأ تديك عائد? عندك خمس سنين تانين عشان تجيب اللي انت صرفته. طب هل الناس النهاردة تقدر تستنى لمدة حداشر او اتناشر سنة عشان تبدأ تقول له ما ابدأ اديك ربح على اللي انت حطيته? ام. ولا ادي لك حاجة مشروع تنمية وضخمة. الناس تلتف حواليه وفي نفس الوقت اديك عائد في خلال سنة او سنتين. طب ليه حياتك بادئ بالميديا او زي ما انت قلت بتتكلم عليك بمشروع قومي وزي ما احنا قلنا احنا الوقت الساحنة بك واحد ده انا بتفرج. هقول الله لطيف وجميل وكل حاجة بس في الاخر طب انا ما بيدي حيل. لو حتروح هنا وحتروح هنا وحتروح هنا وحتروح هنا. هل ده حيفرق مع حياتك وانت بتقدم المشروع بعد كده زي ما بتقول للوزارة الجديدة او الرئيس الجديد ايان كان. عشان كده? ولا ما تتغضر بيها على طور بعد كده لو هم وافقوا تعرضوا على النق يعني. هولك هولك ليه لا. اه. لانه الفكرة كلها ان انت. عشان مبقاش كلامه بس. انت لا. ما هو الفكرة كلها ايه? انت متتسلطش برأي او انت باخد الفكرة دي وداخل بيها. لا. انا بحب ان الفكرة لما تتعرض دي فكرة. قبل ان انت ممكن تزود فيها يعني تأخذ منها وتضيف عليها. طيب اخذ منها وتضيف عليها ازاي? بالمنخشة. ان انت تفتح الباب المناقشة الاول. لما توصل لصيغة. تبقى فيها توافقية دي فكرة. فانت كأنك لسة فرحات البحث برضو يعني. طبعا انت تشكل في مشروع قومي. هل ليه دراست بقى جدوى اقتصادية? عشان تخش في الدراسة البروفيشنال. اه. دي محتاج ان انت توصل للمرحلة النهائية من من المشروع. نكتعمل تصميم. عشان تعمل مشروع التصميم لعاصمة اقتصادية. بالحجم ده بمراحيلها. بمواردها بالكلام ده كله. انت بحتاج طبعا دراسة ضخمة جدا. احنا بنقدم فكرة المشروع. وهتحتاج دعم حكومي الاول. عشان نبدأ ندخل مكاتب استشارية. ونبدأ نعمل تصميمات مسابقة عالمية لتصميم المدينة. ايه. في لسه في مرحلة. تفتكر تفتكر هياخد وقت قد ايه. يعني ممكن نشوف العاصمة اقتصادية امتى يعني في مصر. لو احنا فعلنا الموضوع فقلنا. لو اشتقلنا مسلا احنا بقى عندها رئيس في يونيو. عندنا حكومة مستقرة. يلا حنعرض المشروع وحنسعى. اه. ازا تعملنا بالنزام القديم فممكن ناخدها بعد ثلاثين سانية. احبال تقول بقى الشعب. بقى الشعب. بقى الشعب. بقى حتة الاولانية. لو لو اشتغلنا. بقى حلوة كده. لو عنداش ايه مشكلة استراتيجية اه. ولا سياسية. وما فيش عندي مشاكل استراتيجي. قط اعمل ميا واقبل كهربا ودخل واقوي يعيش. هتشتغل على فكرة. كل مواردك اللي انت تشتغل فيها لن تحتاج سنتيمتر ميا من الدولة. ليه? لما هتعمل مدينة زي كده طالما انها معفاة من الجمارك والضرائب. ازا ان انت هتكتفى اكتفاق ذاتي من جوه. يعني. الحكومة مسلا عندك شركات البترول. شركات البترول. ايه. انت مش هتكي تاخد بترول مدعم. ما فيش حاجة مدعم. ليه? انك بتتعامل مع المدينة دي ككيان منفصل هيئة. هينشئ لها قانون خاص. تقضع لقوانين الاستثمار. قانون الاستثمار خاص. والناس تتعايش بالقوانين دي في المدينة دي. وما محدش يتمتع بالاعفاءات او الا المقيمين فيها. بس. مهم. يعني. يعني العائد بيخش في اخر المزمارات الدولة. الحكومة ما هي كسبانة. ما انت عندك حكومة ليه واحد وخمسين في المائم من كل الشركات. ازا ان العواقب دي هتاخدها الحكومة انت وديها فين? الحكومة مش جاية هتفل الربح. يا خدمية. هتاخد الفلوس دي وهتوظفها في مشروعات تانية. تان ما وين? كلام جميل جدا والله يا ريت يتنفذ. اه في الاخر بقى كده. ببقى ان حياتك يعني كمان لك نشاط سياسي يعني عارف ومؤسس اتراف قوة تانية والحكماء والاغلبية الصمتة. الكتلة الصمتة. الكتلة الصمتة. بشكل عام كده. يعني احنا كشباب النهاردة بنرجع نقول حياتك تاني واكد كده منتفقين. احنا شوية عندنا تخبط اه جاي من اللي بيحصل. تمام? في افكار حلوة قوي زي ده. وزي امر التنمية. مبادرات اتلافات. امل في بكرة. اه سريعا جدا. تتوقع بكرة حييجي امتى? بكرة ييجي بعد ما نخلص من دستور. انا شاف ان احنا الناس او الرأي العام بشكل عام ما هواش مدي اخطر مرحلة من مراحل الصورة اللي احنا داخلين فيها فعلا واللي محدش بتكلم فيها خالص الدستور. احنا لا يهمنا انا ما يهمنيش رئيس جمهورية دلوقتي ولا يهمني كان اه مجلس شورى ولا مجلس شعب. اهم من التلاتة دول النقطة الاساسية. يعني انا شاف انتخاب مجلس شعب وشورى لو ما صدر اكتر من عشرين في المية من من الانجاز السياسي اللي احنا اتكلم فيه دلوقتي. في المرحلة دي. بما فيهم المشاكل وما فيهم كان من اه كل حاجة. تمانين في المية من العصب اللي احنا هنبني عليه المرحلة اللي جاية كلها هو الدستور. ليه? لما عملتش دستور فيه تدول سلطة وحرية انتخاب انتخاب حر مباشر وتحديد صلاحيات وتفعيل مؤسسات الدولة بالكامل كتروس تتعامل مع بعضها وازي يبقى فيه صلاحات ما بقاش فيه مؤسسة الشرائية النهاردة بتحاكم مؤسسة قضائية ولا بتتدخل في شغل دي. الكلام ده غير مطروح. احنا في مرحلة فوضى. اللي بيحصل النهاردة ده دي مرحلة فوضى. ان كل واحد النهاردة يعني عنده احساس ان هو خلاص بقى هو زعيم البلد وهو اللي متحكم فيه. ما فيش حاجة اسمها كده. لابد ان 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 يوضع اساس واسس للدولة اللي هي كانت موجودة. احنا النهاردة احنا شلناها. احنا النهاردة عايزين مجلس الشعب عايز يقود البلد كلها تنفيذي وتشريعي وقضائي. يعني ازاي? انت لازم تعرف انت حدودك فين? وصلاحياتك فين? والسلطة القضائية حدودها فين? وصلاحاتها فين? والسلطة التنفيذية حدودها فين? وصلاحاتها فين? وصلاحاتها فين? طبعا. لازم نبقى عارفين كل واحد عارف فين? عشان تتعامل مع بعض. ده اللي انت محتاجه في الدستور الجديد يبقى واضح. صلاحات الرئيس اللي هي المطلقة بلا حدود دي لازم تتقلص وتبقى فيه صلاحيات محددة. اللي هي الفصل ما بين السلطات تعيين مجلس وزراء. ايان كانت يعني ايان كانت الدستور بقى هيخش هيبقى فيه ايه? لكن يبقى فيه صلاحيات محددة. رئيس مدد محددة. لو قدر تخرج بالكلام ده تدول السلطة دي. هنا ما يبقاش فيه خوف من اي جهة او اي طيار يسيطر على حكم. ساعتها ممكن يبقى فيه بلد دي وساعتها ممكن يكون فيه مدينة الاقتصادية. الزبط كده. نتمنى. نتمنى. ايه دي على كتفك والله. يعني. كلنا والله. اي مننا اي كتف بعض. يعني ولو محتاجين اي اكيد اه دعم اعلامي او 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 فتح الباب الحوار والمنعشة. زي حققتك دي مهمة جدا عشان خاطر توصل صورة كاملة لهذا المشروع. احنا محتاجين من الاعلام حاجة واحدة بس. ان هو الاعلام دايما يبقى فيه في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي. ان الاعلام يبقى فيه. يبقى الاعلام حيادي. انا مش عايز اعلام ان هو كان في الاول اه مع حسن مبارك ومع النظام. دلوقتي الاعلام يقلب على اليسار المتطرف. الاعلام اصلا مضمونه الحيادية والمهنية. الاهم من الحيادية. لان ممكن يكون فيه قنوات احنا مش كان لكي بدينا موضوع تتادي بس حكا من ده. ممكن فيه قنوات لها اتجاهتها مش فيش مانع. بس المهنية ودي المشكلة الحقيقة ايه اللي احنا عندنا? ما هو ان كان في قنوات اللي هي اتجاهتها? نحترق نحترق. خلاص. يا حور. الناس الناس هتقدر تفلطق. ما هو لما تلاقي انت عندك قناة بتقدر تزيع الرأي والرأي الاخر. هنا الناس هتبدأ تتجه ليه ليه? انت داخل حدك عند عند دستور. الدستور الناس هتستفتي في ايه? بمجمل الدستور مسلا ولا على باند باند. لا باند باند مفهول. لا. ما احنا مش عارفين. لا الدستور بيستفتي عليه كامل. تمام. على الدستور كامل. هيحصل ايه? اه. يبقى ازا الناس لازم تفهم لازم دي دور الميديا بقى هنا. لازم تاخد انت لما تبدأ يتعامل الدستور يبدأ الطرح المجتمعي بتاعه والطرح الاعلامي ان يبقى فيه منقشة تفصيلية لبنود الدستور وتبعياتها. ما نبقى ازاي استفتاء نعم ولا. اه. لازم تفهم الناس يعني ايه نعم وتبعياتها ايه? ويعني ايه لا وتبعياتها ايه? هنا ده طرح اعلامي جيد وحيادي. تقدر الناس تفهموا ان انت كده ما بتوجهش الرأي العام او ما بتوجهش الناس ناحية حاجة معينة. مهندس دكتور ياسر قورة مؤسس تلافق قوة الوطنية والحكماء. نهذا كان بيكلمنا عن مشروع بلدي. وده مشروع للتدريب الشباب وتأهلهم واعدادهم لسوق العمل. وهذا كان بيكلمنا عن مشروع العاصمة الاقتصادية. ده مشروع طويل المدى. وممكن يكون فعلا فيه آآ مستقبل مهم ودخل قومي مهم جدا لمصر. ومرحلة اعطاقت احنا محتاجين فيها كل قرش بصراح. مشكرك شكرا جزيلا يا فنن. مشكرك واشكرا سلام مشاهدي. مشاهدينا هنروح للفاصل وحنرجع تاني مع عيدة في نهارك سعيد. خليكم معنا.